بس أنا بهلني بقى النهاردة مستمعني على تغييره، فكره إنه هو طور طريقة اللعب، ضغط من قدام لأ أنا شخصيتي النادي الأهلي أيبقى من أول حتى لو ما كانش يضطرد آه ممكن موتش يطلع على واحد صفر اثنين صفر اثنين واحد بس ما كانش الهلال هتكسب لأن الأهلي عنده في لعب عايزك تكلمني عنه شوية اسملك المسيح تتكلم عنه شوية عليه معلول أحسن باكليفت جيه أنا عندي أحسن من جيل بيرتو يعني جيل بيرتو كان لعيب كبير بس علي تحس إنه هو اتولد في الباكليفت دي هو فتوحة بصراحة علي يعني تحس إنه هو الفترة اللي فاتت من الإصابة طالع من إجهات طالع مش عارف إيه ما كانش بيلعف منتخب تونس أساسي فالفترة اللي فاتت حسيت إنه هو الماتش بالمراس لقيته الشروط الثاني ذات كويس قوي النهاردة امتياز علي بيعرف يرجع نفسه لعيب محترف صح بحيب فيه كمان شخصيته يا كابتالي طبعا شخصيت قائد وبينتمي للنادي اللي هو موجود فيه بإخلاص يعني أنت في كلامك صح أنا حاس إنه هو مولود في النادي الأهلي أنا حاس إنه هو من ناشئين في النادي الأهلي بس دي السيستم اللي جواه النادي الأهلي اللي بيجيب حد مشيت على التراك هتكمل و هتبقى نجم تلاعت برا التراك مش هتخش مش هتبقى في الفورمة الفترة اللي جاءت تطلع تجديد موسيماني للنادي الأهلي؟ أعتقد بعد البرونزية دي أعتقد التجديد هيحصل لأنه النهاردة عمل مباراة تاريخية و ضد الهلال السعودي يعني من أعمدة الاندية أنت لما تقول في الأهلي أهلي و الزمالك في مصر كنا دايما نقول الهلال و النصر أو الهلال و بعد كده لقيت لما دخل الاتحاد و بيخش لك بقى إيه الشباب الاتفاق الفرق التقيلة دي ولكن زينا في مصر أنت عندك إسماعيلي جامد برامس جامد بس إحنا دايما أهلي و زمالك هناك في السعودية برضو الهلال دا ليه شعبية كبيرة فالنهاردة نعمل عليه بطولة موتش زي دا و يخد منه البرونزية وهو الهلال فتح خزينه عشان كسر العالم الاندية جاب اللعيبة المحترفة دي كلها ولازم إدارة الهلال تعاقب الاتنين اللي اضطرت دول هو محترف فالضربة اللي هو ضربها كان ممكن يقتهم بردين السلية طيب